يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صليت سنة الفجر في غرفتي ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد فهل يسن لي أن أركع ركعتين تحية للمسجد؟ إذا أعلم إذا صليت سنة الفجر في غرفتي ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد فهل يسن لي أن أركع ركعتين تحية للمسجد؟ هذا فيه خلاف لأنه تنهي هذا فإذا جلس فهو أحسن عندي يعني أنك صليت راتبة الفجر وجئت إلى المسجد في وقت نهي الذي يترجح عندي أنك تجلس ألا لو أخرت راتبة الفجر وجئت إلى المسجد وصليتها أينها تغني عن تحيات المسجد